نظام منح وتعوضات يحتوي على زيادات بنسب معتبرة في المنح ذات الصلة بالشق الاجتماعي للأستاذ الباحث والباحث الدائم والاستشفائي الجامعي في مقدمتها منحة الكراءة هو المقترح الذي خلص إليه الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تنفيذاً لما أمر به الرئيس تعميق مراجعة هذه القوانين الأساسية بما يكفر تجسيد قانوناً متكاملاً يشمل كل متطلبات قانون في مستوى التطلعات لسيما على مستوى التكفل بالشق الاجتماعي للأستاذ الباحثين والباحث الدائمين والاستشفائي الجامعيين وذلك من خلال نظام تعويضي يحتوي على زيادات ونسب مهمة ترتقي بدخل المعنيين الرفع من قيمة المنح التي تضمنها مشروع القانون الأساسي سابقاً على غرار منحة الامتياز والابتكار منحة البحث العلمي ومنحة تحسين المستوى بالخارج مع التركيز على الشق الاجتماعي في ظل محدودية السياغ السكنية المتاحة هو ما تم التركيز عليها إضافة إلى الرفع من القيمة المالية لمختلف المنح الموجودة سابقاً من جمعات أخرى فإن الاتحادية الوطنية للتعليم الآلي والبحث العلمي تواكب الحدث باعتبار أنها عقدت اجتماع استثنائي لأمانتها مباشرة بعد اجتماع مجلس الوزراء وذلك لتجديد الإثراء والفحص المعمق وكل المقترحات التي تثر مراجعة هذه القوانين الأساسية صدور نظام المنح والتعويضات بأثر الرجعي وبالتزامن مع القانون الأساسي لهذا القطاع الذي لم يراجع منذ 15 سنة يعد مكسباً في حد ذاته في ظل الإرادة الرمية إلى منح قيمة مضافة حقيقية لمنتسب هذا القطاع خاصة في شقها الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر